يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 مهاردة يوم حلو يوم ممتع في كرة القدم طول ما فيه دورة ابطال اوروبا اهم وبطولة في العالم تستمتع تنبسط تشوف كرة حقيقية تشوف كرة ممتعة وبعدين النظام الجديد لدورة ابطال اوروبا خلاك تشوف مباريات كبيرة كتير يعني المباريات كبيرة دي قصد بها ايا كل مباراة في الدورة الابطال بتبقى ممتعة بس مباراة طرفيها فرق كبيرة جدا فرق مصنفة من اهم فرق اوروبا تعال اقول لك نتائج مباريات النهاردة في دورة ابطال اوروبا عشان نمشي معها واحدة واحدة يوفانتس فاز على اند هوفن الهولندي 3-1 وينج بويس خسر امام اسطن فيلا بسلسية نظيفة باير ميونيخ نتيجة قياسية كبيرة فاز على ديناموز اغرب 9-2 وريال مدريد في عودة جوت بيلينجهام قدر يفوز على شتوتجارد 2-1 وليفربول فاز على ميلا 3-1 صلاح صحيح مسجلش بس عمل مباراة كبيرة جدا تحديدا في الشوتر اول وكان عنده سوق حظ كبير جدا انه يزور مرمر حارس الفرنسي من يعني حارس مرمى ميلا سبورتينج لشبونا فاز على ليل فرنسي 2 لاشئة دي مباراة اليوم في دوري ابطال اوروبا يوم ممتع يوم جميل كرة حلوة كرة حلوة حبش انا دايما كلما منين نتكلم على المطشاط دي بس مش هقارن النهاردة بقيت حاجة زاق حتى وبقتك للشهادة ما تقيل كمان ان شاء الله ربنا يكرمنا في يوم الايام دي حكاية